بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الطلبة درسنا في الشريحات الماضية طريقة عزل الجزور للمعادلة FX يساوي إلى الصفر وأقدنا طريقتين الطريقة البيانية والطريقة التحليلية الآن بعد عملية عزل الجزور سنقوم بعملية تحسين هذه الجزور وأن تحسين الجزور يتم بعدة طرق سندرس منها الطريقة التالية التي تسمى بالبيسكشن ميسل أو طريقة تنصيف الفترات أو تنصيف المجالات وهي طريقة تقريبية للحصول على مجال طوله صغير جدا وليكن مثلا إبسيلون حسب الدقة المطلوبة يحوي على جزر للمعادلة داخل هذه الفترة فإذا كانت الدالة FX دالة متصلة على الفترة وإذا كان FA و FB من إشارتين مختلفتين حتى نضمن وجود جزر فإذا فرضت أن FA سالي به و FB موجبه وإذا رمست بألفة للجزر التام للمعادلة عند إذن فإن طريقة تنصيف الفترات يمكن شرحها بالشكل التالي هي عبارة عن A وهذه هي B الآن قلنا FA بالفرض فرضنا أنها ساليبة و FB فرضنا أنها موجبة نبحث عن نقطة المنتصف اللي هي سأسميها X1 والتي هي يمكن حصول عليها في A زائد B تأسيم 2 أسميها X1 الآن ما هي إشارة FX1 أبحث عن FX1 هناك سلاسة احتمالات الاحتمال الأول هو أن يكون F X1 يساوي الصفر عند إذن X1 هو عبارة عن الجزر التام الذي أبحث عنه وتنتهي المسألة أو أن يكون FX1 الحالة الثانية هو أن يكون أكبر من الصفر عند إذن الجزر التام يقع هنا الألفة ستقع هنا إذا كان في هذه الحالة بين FA والX1 هذا إذا كان X1 أكبر من الصفر أما إذا كان X1 أكبر من الصفر فإن الألفة سيقع بين A والX1 الحالة الثالثة إذا كان FX1 أصغر من الصفر عند إذن فإن الألفة سيقع هنا أي أن الجزر التام سيقع بين X1 والB نكرر هذه العملية مثلا إذا كانت FX1 سالبة وFB موجبة عند إذن أكيد الجزر سيقع هنا نبحث بنفس الاسلوب تماما عن X2 من هي X2؟ هي عبارة عن X1 زائد B تقسيم 2 الآن FX2 أبحث عن إشارته هل هي موجبة هل هي سالبة إذا كان يساوي الصفر عند إذن فإن X2 تصلح لأن تكون الجزر التام وتنتهي المسألة إذا كان أكبر من الصفر فإن الألفة يقع بين FX1 وX2 إذا كان أصغر من الصفر فإن يقع بين X2 والB وهكذا إلى أن أصل إلى الدقة التي يريدها في المسألة لنأخذ الآن المسال التالي باستخدام طريقة تنصيف الفترات أو جزر تقريباً للمعادلة FX يساوي X تكعيب نقص 9 X زائد 1 يساوي 0 داخل الفترة 2 4 بدقة 0.05 الآن الحل واضح أنه عند نبحث عن F عند الـ 2 نرى أنها تساوي إلى سالبة 9 لنعوض الـ 2 في المعادلة فنرى أن الجواب سالبة 9 لنعوض الـ 4 إحداهم موجبة والأخرى سالبة الآن نبحث عن X1 X1 هو 2 زائد 4 تقسيم 2 2 زائد 4 تقسيم 2 هو 3 الآن نعوض هنا في هذه المعادلة F3 بدل X3 فنحصل على 27 راح 27 زائد 1 الجواب هو 1 وال1 هو أكبر من الصفر طبعاً عندي صغار المسألة بالشكل التالي عندي الـ 2 4 الآن وهنا العدد 1 3 الآن F3 هي عبارة عن أكبر من الصفر F2 هي عبارة عن سالبة وF4 هي عبارة عن موجبة واضح أن الألفة يقعوا هنا بين 2 و3 ولذلك أبحث عن X2 X2 هي عبارة عن 2 زائد 3 تقسيم 2 يعني يساوي إلى 2.5 الآن أكرر نفس العمل هذا يعني أن الفة تقرعين 2 و3 الآن نبحث عن X2 X2 3 زائد 2 على 2 يساوي إلى 2.5 أبحث عن إشارة F X2 ساوي سالب 5.5 نكرر نفس العمل ما دامت سالبة و ما دامت X2 سالبة إذن هذه F X2 طلعت معي سالبة واضح أن الجزر لن يقعه هنا لأنه سالب وسالب إذن هنا سيقع بين 2.5 وال3 إذن وبالتالي فالألف يقع بين 2.5 وال3 لنكرر النفس العملية فنأخذ X3 هي 2.5 زائد 3 على 2 هي 2.75 نحص عن F 2.75 فنراه سالب إذن معناته الجزر سيقع بين X3 وال3 إذن بين X3 هي 2.75 وال3 نكرر النفس العملية 2.75 زائد 3 تقسيم 2 هي 2.85 نبحث عن قيمة الدال عند F 2.85 فنرى أنها سالب إذن معناته الجزر يقع بين X4 وال3 نكرر النفس العملية إذن وهذا يعني أن L يقع بين X4 وال3 نكرر النفس العملية 2.875 زائد 3 تقسيم 2 فنحصل على هذا الرقم نبحث عن قيمة الدال عند هذا الرقم F X5 يساوي سالب إذن أيضا معناته الجزر يقع بين X5 وال3 وهذا يعني أن L يقع بين X5 وال3 نكرر النفس العملية 2.9 3.375 زائد 3 تقسيم 2 فنحصل على هذا الرقم نبحث عن قيمة الدال عند هذا الرقم فنحصل على موجب 0.4 4453 إشارته موجبة إذن معناته الحل يقع بين X5 و X6 بين X5 و X6 وهذا يعني نكرر النفس العملية الآن لو جينا ولاحظنا طبعا هنا نتوقف عن العمل لماذا؟ لأنه بنص المسألة كاتب لي أنه Y طول الفترة يحتاج أن تكون عبارة عن 0.05 فإذا لاحظت أن الحاصل الفرق القطوطين X6 والX5 هو 0.0312 أقل من Y المطلوب اللي هو عبارة عن 0.05 ولذلك أتوقف عن العمل في هذه الحالة وأقول أن الالفا هي تساوي تقريبا X6 وهي 2.96 8 وهو المطلوب تمرين آخر باستخدام طريق تنصيف الفترات أوجد الجزر التقريبية للمعادلة طبعا هذه معادلة متسامية داخل الفترة أول شيء طبعا وعيطيني الـ Y 0.075 طبعا الآن نبحث عن F A F 1 كام F 2 كام F 1 1 إذا موجب F 2 سالب إذا مبينات أكيد هناك جزر الفا 2 زائد 1 على 2 3 على 2 هي 1.5 F 1.5 1.5 الآن موجبة إذا معناته الحل سيقع بين X1 و2 إذا الحل سيقع بين X1 و1.5 و2 نكرر النفس العملية الآن 2 زائد 1.5 على 2 هي 1.5 نبحث عن F عند X2 فنحصل على هذه القيمة موجبة إذا فالحل سيقع بين X2 و B ال2 وهكذا نكرر النفس العملية نجمع ونقسم على ال2 فنحصل علىها نبحث عن قيمة هذه في الدالة فنحصل أيضا موجبة إذا معناته الحل سيقع بين X3 وال2 نكرر النفس العملية فنحصل X4 1.5 1.5 زائد 2 تقسيم 2 نبحث عن قيمة الدالة إذا إشارته سالبة إذا فالحل سيقع بين X4 X3 وX4 بين X3 1.575 و 1.9375 نكرر نفس العملية لو لاحظنا طبعا نتوقف عن العمل لأنه X4 نائس X3 0.0 وهو أصغر من Y 0.375 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته